اشتركوا في القناة السماء بتتكلم عن عظمته وبتبين جلال اعماله ويوم بعد يوم اعماله بتتكلم وليلة بعد ليلة بتعرفه للكل لما ربنا خلق السماء خلق كمان الارض وخلق الانسان من التراب ونفخ فيه نسمة حياة ربنا اللي بيحب الناس خلق الانسان الراجل والست خلقهم على صورته عشان يبقى لهم على قمعه وفي الاول كانوا بيتقوا ربنا وبيكرموه وبيطعوه وفضل الحال على كده لغاية ما في يوم جه الشيطان وضحك على حوة وخلاها تاكل من الفكهة المحرمة فأكلت ودت آدم هو كمان أكل وبكده عصى الانسان الله وضل عنه وبسبب الخطيئة دية انفصل الانسان عن الله وانطرد من جنة عدم وفضل الله يحب الانسان وما كانش عايزه ينفصل عنه لكن ازاي ممكن الله القدوس العادل يقبل خطيئة الانسان وما يحسبوش عليها وربنا بيكشف لنا في الكتاب المقدس ازاي كان عايز ينقذ العالم من العقاب وأول واحد عرف خطة الله كان أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم كان إنسان صالح وربنا وعده بالبركة وإنه هيجعل نسله بعدد رمل البحر ونجوم السماء في الكترة ربنا طلب من إبراهيم يقدم ابنه زبيحة قال كده عشان يمتحن إيمان إبراهيم وطاعته وكان إبراهيم واسق في ربنا وحب يطيع للآخر إبراهيم أول ما رفع السكينة عشان يتبح ابنه جه ملاك الله وقفه ربنا لما شاف إبراهيم بيتقيه وكان مستعد يطيع للآخر فرح به إبراهيم شاف خروف مربوط في شجرة من قرونه خاده ودبحه وقدمه لله بدل ابنه وبكده ربنا بيين لأبونا إبراهيم إن ضحية أو زبيحة لازم تندبح عشان تكفر عن الخطيئة لحد ما ييجي الوقت اللي يدبر الله الزبيحة الأخيرة اللي تكفر عن خطايا كل البشر وبدل ما الخطيئة كانت بتفصيل إنسان عن الله الزبيحة دي هترجع العلاقة بينهم تاني وكلمة الله بتقول إن هناك شخص هو اللي هيكون الزبيحة النهائية لخطيئة العالم وزي ما الخروف الدبح بدل ابن إبراهيم الشخص ده هيموت بدل الإنسان عشان تتغفر خطاياه الشخص ده هو المسيح يعني الشخص اللي هيجي عشان يصالح العالم مع الله مرة واحدة وللأبد هو المسيح يسوع اشتركوا في القناة الأنبياء اتنبأوا بالتفصيل عن المسيح من قبل ما ييجي بمئات السنين اشعياء النبي قال إنه هيتولد بمعجزة عجيبة قال إن عزراء بتولها تحبل وتولد ابن يسموه ابن الله بالمعنى الروحي للكلمة مش المعنى الحرفي والنبي ميخا اتنبأ وقال إن المسيح حيتولد في بيت لحم والنبي زكريا اتنبأ عن دخوله أرشاليم راكب على جحش وعن خيانة يهوزة الميزولية والنبي اتنبأ بكل اللي هيعمله المسيح لما ييجي قال إن الله مسحه علشان يبشر بالأخبار السارة للمساكين وهيطيب خاطر كل اللي قلوبهم مكسورة وهيحرر كل اللي تحت العبودية ويعلن إن الوقت اللي ربنا هيخلص فيه الناس من الخطيئة جه مين بقى المسيح؟ زمان من أكتر من ألفين سنة اتولد يسوع فيه ناس قالت إنه هو المسيح اللي تنبأ عنه الأنبياء يا ترى الكلام ده صح وهل حياة يسوع كانت زي ما الأنبياء قالوا عن مسيح الله؟ وهل يسوع كان فعلا أكتر من مجرد نبي؟ اللي هنشوفه دلوقتي هو حكاية يسوع المسيح زي ما حكاها اللي شفوه وكتبوا عنه في الإنجيل وقام بدور يسوع في الفيلم واحد ممثل مع إن محدش يستحق يمثله لكن ده يساعدنا نفهم ونستفيد من معرفة حياة يسوع عزيزي توفيلس بكتب لك عشان تعرف الحق اللي عرفته أنا وشفته بعني عن كل حاجة حصلت قدامي أيام كان أغسطس قيصر إمبراطور على روما وهيرودوس كان ملك على منطقة اليهودية ربنا بعت الملاج جبرائيل لعزراء من الناصرة اسمها مريم ما تخافيش يا مريم أنت ربنا راضي عنك أنت هتحبلي وتولدي ولد وهتسميه يسوع إزاي دا يحصل؟ أنا مش متجوزة روح الله القدوس هيحل عليكي وعشان كده الإبن اللي هتولدي هيكون قدوس وهيدعى ابن الله وملكه مش هيكون له نهاية قامت مريم وراحت لأليسة باط قريبتها وهي كمان كانت حبلة بمعجزة عليسة باط؟ مين؟ أحلام يا مريم ربنا يباركك من بين كل الستات ويبارك ابن بطنك دا أنا أول ما سمعت سلامك اتحرك الولد من الفرح في بطني أعظم إلهي من كل قلبي وروحي تفرح بي عشان هو اللي خلصني من دلوقتي ورايح الناس هتشهد أن ربنا باركني يا أهل الناصرة أوامر من الامبراطور غسطس قيصر هيكون فيه تعداد لكل الناس في الجليل واليهودية كل واحد لازم يسجل اسمه في المكان اللي اتولد فيه وراحت مريم مع يوسف خطبها يسجل نفسهم في بيت لحم لكن ملقيوش مكان ينزل فيه غير استطب لحيوانات وبرى البلد كان فيه رعاه صهرانين بيحرص غنمهم وفجأة ظهر لهم ملاك من عند ربنا ونور حواليهم نور شديد النهاردة وفي مدينة داود اتولد لكم مخلص هو المسيح الراب وبسرعة راح الرعاه يشوفوا المولود وكانوا أول ناس يبشروا بالأخبار الحلوة عن المخلص وهو دا معنى الإنجلي وبعد تمن تيام سموا الطفل يسوع وبعد كده يوسف ومريم أخدوه على أرشالين عشان يقدموه في الهيكل وهناك قبل راجل صالح اسمه سمعان ربنا كان وعدوا أنه مش هيموت قبل ما يشوف المخلص يا رب تقدر تخدني بسلام دلوقتي زي ما وعدت لإني بعيني شفت خلاصك اللي جهسته لكل الناس بركة ربنا معاكم بعد ما خلصوا كل حاجة حسب النموس رجعوا بلدهم وكان يوسف ومريم بيروحوا كل سنة أرشالين في عيد الفصح ولما بقى يسوع عنده 12 سنة راحوا أرشالين زي العادة وبعد العيد ما خلص رجعوا مع كل الناس وهم في الطريق اكتشفوا أن يسوع مش معاهم فرجعوا يدوروا عليه وبعد ثلاثة أيام لقيوه في الهيكل وسط المعلمين والكهلاء مين دا اللي بيسأل كل الأسئلة دي أصله من الناصرة وفتكرناه رجع معنا معلش أعذروا وكل اللي سمعوه كانوا بيستغربوا على حكمته عملت كده لي يا ابني أنا وأبوك قلقنا عليك جدا ودورنا عليك كتير ليه تدوروا وتتعبوا لازم تعرفوا أني مشغول في أعمال أبويا ورجع معاهم للناصرة وكان بيكبر في الجسد والعقل والفهم وحياته مع الله ومع الناس موسيقى موسيقى وبعد خمستاشر سنة من حكمة باريوس قيصر كان بيلاتوس هو اللي بيحكم منطقة اليهودية وهيرودوس بيحكم الجليل وكان حنان وقياف رؤساء كهنة وربنا بعت يحنى للناس علشان يبشرهم ويكلمهم عن التوبة ومغفرة الخطايا وكان بيعمدهم بالمية بعد ما يتوبوا لازم ترجعوا عن خطاياكم وتتعمدوا بالمية وتتحروا وربنا هيخبر لكم خطاياكم زي ما هو مكتوب في نبوة النبي إشاعية صوت بينادي في الصحراء جهزوا طريق الرب وخلوا طرقه مستقيمة كل أرض وطي هتتردم وتعلى وكل جبل عالي هيتهد ويوطى والسكك المعووجة هتتعدل والوعرة هتبقى سهلة في الوقت ده كل الناس هيشوفوا خلاص ربنا طب وهنعمل ايه؟ طب وهنعمل ايه؟ اخ منكم يتعبين انت عايز مننا ايه؟ طب قلنا نروح فين اللي عنده جلبيتين زي كده لازم يدي وحدة للي ما عنده هوش واللي عنده أكل يعمل كده يا معلم طيب احنا شغلنا جمعة ضرائب نعمل ايه؟ ما تاخدوش من الناس أكتر من حقكم واحنا كمان نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما تظلموش الناس وتاخدوا فلوسهم بالعافية وما تتهموش اي حد ظلم واكتفوا بالمقسوم لكم قل لنا هو انت الصحيح المسيح انا بعمدكم بمية لكن هيجي اللي هو أقوى مني اللي ماستهلش انه فكر باط مداسه هو اللي هيعمدكو بالروح القدس ونار اللي مدريته في ايده وهينقل غلة بتاعته ويحطها مخزوه ونزل عليه الروح القدس على هيئة حمامة وجه صوت من السماء وقال انت ابن الوحيد اللي بتسعدني وتفرحني ولما ابتدى يسوع خدمته كان عمره تلاتين سنة ورجع للأردن وهو مليان بالروح القدس اللي خدوا للصحراء وهناك جه إبليس يجربوا لمدة أربعين يوم وطول الوقت ده كان صائم وجاله إبليس وقال له إن كنت ابن الله خلي الحجارة دي تبقى عيش مكتوب الناس مش بس بتعيش بالعيش لكن بكلام الله وخدوا إبليس لجبل عالي ووراه كل الدنيا في لحظة حديلك كل اللي انت شايفه من هيبة ومجد ده كله بتاعي وقدر أديه للحبة دهوله بس تسجدلي مكتوب السجود لله وحده والعبادة لله وحده وخدوا إبليس بعد كده الأرشالين وطلعوا على سطح عالي وقال له لو كنت ابن الله صحيح قرمي نفسك لتحت معه مكتوب إن ربنا هيوصي مريكته يحفظه عليك ويشيلك على قديهم ورجلك ما تخبطش في حجر بس مكتوب كمان ما تجربش للناصرة البلد اللي تربى فيها أهلاً وراح يصلي زي عدته يوم السبت وقام يقرى الكتاب فالدول يقرى من نبوط إشعية روح السيد الرب لأنه اخترني عشان أفرح المساكين وكلفني أبشر المأسورين بالإفراج والعمي بالنظر ودي الحرية للمظلومين واعلن إن الوقت اللي الله هيحرر فيه شعبه جه بيتكلم كويس والنهارده الكلام اللي انتوا سمعتوه اتحقق فعلاً اتحقق فعلاً؟ المسيح بس هو اللي ممكن يحقق الكلام ده طب ونعرف ازاي أكيد حتقولولي المثل ده إيش في نفسك يا طبيب؟ وممكن تقولولي كمان اعمل الحاجات دي هنا في بلدك زي ما عملتها في كفر نحوم أقول لكم الحق مفيش نبي مقبول في بلده بالكلام ده أعلن يسوع أنه هو المنقذ اللي ربنا اختاره لكن اليهود ما ابلهوش وكانوا عايزين يرموه من على الجبل لكن هو فات في وسطهم ومشي في سكته وراح على كفر نحوم في الجليل والرومان كانوا محتلين البلد والشعب كانوا فكرين إن المسيح هيحررهم منهم أهلاً يا سامعان أهلاً يا معلم يا ترى مركبك يخدنا؟ اتوضل مش ممكن يسدنا مش كده تكلمنا 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 مش ممكن يسدنا مش كده في مرة اتنين راحوا عشان يصلوا في الهيكل واحد منهم في الريسي والتاني عشار وقف الفريسي يصلي ويقول في نفسه أشكرك يا رب عشان أنا مش طماع ولا غشاش ولا زاني زي باقي الناس ولا زي الراجل العشار اللي هناك ده بصوم يومين في الأسبوع وبديلك عشر كل حاجة عندي لكن العشار وقف وما كانش قادر يرفع وشه ناحية السماء وفضل يخبط على سدر ويقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ عارفين العشار هو اللي رجع بيته طاهر مش الفريسي وكل اللي يرفع نفسه ربنا يخضعه واللي بيتواضع ربنا يرفعه ادخل جوه شوية كمان يا سمعان استعدوا ارموا الشبك عشان تصطادوا آه يا سيد احنا تعبنا طول الليل وما استضناش حاجة لكن على كلمتك قدينها نرمي الشبك يعقوب يوحانا يعقوب يوحانا قربوا تعالوا صعدونا تعالوا مش ممكن مش قادرين الحمد لله كفايا اخرج يا رب من عندي انا انسان خاطي لا متخفش من هنا ورايح حتصطاد الناس تعالوا اسمعوا كلامي وكلامي هيحييكم اطلبوا ربنا هو موجود ادعولوا هو قريب والاشرار يرجعوا عن شرهم والخطاء يسيبوا افكارهم الغلط ويتوبوا يتوبوا الربنا عشان يرحمهم ويغفر لهم وساعتها تخرجوا بفرح وتعيشوا بسلام اهو بيقرب اهو جه بصوا يسوع يسوع ارجوك انقذ بنت الوحيدة يا سيد ارحمني دي هدوب عندها 12 سنة وبتموت ارجوك ارجوك تعالوا معايا يا يروس ما علش يسوع بنتك ماتت ما تتعبش يسوع كتر من كده ما تخافش امن بس وحتبقى كويسة اشتركوا في القناة ما تبكوش دي ما ما تتش هي بس نايمة يا بنتي قومي ادوها حاجة كلها واخدوا بالكم ما حدش يعرف اللي حصل وشاف بعد كده عشار اسمه متة واقف عند المكان اللي بيدفعوا فيه الدرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطلع يسوع يصلي عالجبل واضى الليل كله في الصلاة ولما طلع النهار اختار تلاميذ الاثناشر وسماهم رسل سمعان اللي شهرته بطرس اندراوس اخوه يعقو يوحنة فيليبوس وبارثلوماوس وبارثلوماوس ومتة وتومة ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذة اخو يعقوب ويهوذة الاسخريوتي اللي خانه اشتركوا في القناة يا بخت المساكين عشان بيتمتعوا بملكوت الله يا بخت الجعانين ربنا حيشبعهم يا بخت اللي بيبكوا دلوقتي بعدين هيتحكم يا بختكم لو الناس كرهوكم وبعدوا عنكم وشتموكم وقالوا انكم أشرار وهم كدبين لما يحصلوكم كده افرحوا عشان هتخدموا كفقتكم في السماء عشان أجدادهم عملوا كده مع الأنبياء قبلكم ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين ده كل اللي عندي يعني ايه ده كل اللي عندك يا وينكنتوا يا أغنية دلوقتي حياتكم سهلة مش عايزي بأغني ده مجنون يا ولكم يا اللي بتتحكوا دلوقتي بكرة تحزنوا وتبكوا يا ولكم لو الناس ما دحوكم عشان أجدادهم عملوا كده برضو مع الأنبياء الكدبين لكن خدوا بالكم كلكم حبوا أعداءكم احسنوا للي بيكرهوكم باركوا اللي بيلعنوكم صلوا للي بيظلموكم واللي يضربك على خدك اليمين دور له خدك التاني واللي ييجي ياخد توبك سيب له بقى هدومك واللي يطلب منك تديله واللي يحتاج لحاجة بتاعتك ما تطلبهاش منه تاني عملوا الناس زي ما تحبوهم يعملوكم لو كنتوا بتحبوا بس اللي بيحبوكم يبقى عملتوا إيه الأشرار كمان بيحبوا اللي بيحبوهم ولو بتعملوا كويس كل الناس اللي بيعملوكم كويس تبقوا عملتوا إيه الخطوة برضو بيعملوا كده إزاي المشها بأيدي إزاي تكلم معها كده حاجة تغيز لا حبوا أعدائكم وعملوهم كويس ادوا الناس وما تستنوش الرد وأجرتكم حتكون عند الله وبكده تبقوا أولاد الله اللي بيحسن على الأشرار واللي ما بيشكروش ارحموا زي ما ربكم بيرحم انقذنا يا سوع ما تحكموش على حد ما يتحكمش عليكم ما ادنوش وانتو محدش يدنكم اغفروا وربنا حيغفر لكم نور لنا طريقنا يا رب احسنوا وربنا هيحسن إليكم لأن زي ما بتعاملوا الناس هتتعاملوا الأعمى ما يقدرش يساعد أعمى وإلا هم الاتنين يقعوا بحفرة ليه تفضل تبص على عيوب أخوك وانت عيوبك أكبر وما انتش شايفها ارشدنا يا سيد احنا محتاج إليك دلوقتي يا رب يا بخت الأم اللي جابتك واعتنت بيك قولي يا بخت اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا بيه نفسي أعرف مين ده تفتكر هو فعلا المسيح الراجل الفريسي ده دعا يسوع يتعشى معاه ويسوع رح بيته وأكل معاه امشي يا ابني انت وهو سمع الكلام امشي دايما نجيين كده في مشكلهم ودي بتعمل ايه هنا مارمش ايزي 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 لو كان نبيب صحية كان عارف مين السبت اللي بتلمسه دي وكان عارف قد ايه هي نكسها انا عارف مين دي يا سمعان اسمع الحكاية دي كان فيه اتنين عليهم فلوس لواحد واحد كان عليه خمسمائة دينار والتاني كان عليه خمسين وما كانوش قادرين يردوا الدين امسامحهم هما الاتنين تفتكر مين منهم يحبوا اكتر بيت هيقلي اللي كان عليه فلوس اكتر كلامك صحة شايف الست دي قديني دخلت بيتك وما جبتليش مياه اخسر رجليا لكن هي غسلت رجليا بدموعها ومسحتها بشعر رسا انت مرحبتش بيا لكن هي من ساعة ما جيت وهي بتبوس في رجليا انت مدهنتش راسي بالزيت وهي دهلت رجليا بالعطر اقولك حاجة محبتها الكتيرة بتقول ان اللي اتغفر لها كتير واللي يتغفر لقليل بيحب قليل قطياك اتغفرت ايمانك امقذك ربني بركك وكان يسوع بيتنقل من مكان لمكان يبشر بملكوت الله والتلميذ الاثناشر كانوا معاه وكان هناك ستات من اللي شفاهم من ارواح شريرة ماريا من مجدلية يونى مرات خوزي اللي كان بيشتغل في قصر هيرودوس وسوسا له وهيرودوس الحاكم الروماني على الجليل حط يحن المعمدان في السجن عشان ما كانش راضي عن جوازه من مرات اخوه لما وصلنا البواب اتنيين عدت علينا جنازة وكان الميت وحيد لامه الارملة لما شافها يسوع صعبت عليه قوي فلمس النعش وقال قوم يا ابني قوم وقام الميت ورجعوا يسوع تاني لأمه روحوا اسألوه هو انت المسيح اللي حنق لناك تيجي ولا حنستنى حد تاني اشتركوا في القناة يا سيد يا سيد يحن المعمدان بعتنا نسألك ان كنت انت اللي جاية تنقذنا ولا نستنى حد تاني روحوا اقولوا اليحن على اللي شفتوه اسمعتوه العمي بيفتحوا والعرج بيمشوا يا بخت الانسان اللي ما يشكش فيه من فضلك شلني تعالى شايف دلوقتي؟ انا شايف يسوع خرج الفلاح عشان يزرع وهو بيزرع وقعت بزور على الطريق فدسها الناس ونزلت الطيور اكلتها وقعت بزور على الحجارة فنبتت لكن المية كانت قليلة فنشفت وقعت بزور تانية وسط الشوك بس طلع معاها الشوك وخنقها وقعت بزور على ارض كويسة دي طلعت غلة كتير قوي ميت مرة اكتر يا سيد ليه بتتكلم بامثال لما يكون في ناس حوالينا؟ معرفة اسرار الملكوت نعمة من ربنا ليكم ولكن الناس التانين بكلمهم بامثال لانهم بيبصوا من غير ما يشوفوا وبيسمعوا من غير ما يفهموا لكن ادي معنى المثل الزرع هو كلام الله البزور اللي على الطريق هم الناس اللي بيسمعوا لكن ابليس بييجي وياخد الكلمة من قلوبهم لحسن يتوبوا ويأمنوا والبزور اللي وقعت عن حجارة هم اللي سمعوا وفرحوا بالكلام بس ما تأصلش فيهم بيقبالوا الكلام بسرعة وأول ما تيجي التجارب يرجعوا تاني والبزور اللي وقعت وسط الشوق هم اللي بيسمعوا لكن الاهتمام بالدنيا والغنى ومتعة الدنيا بيخنقهم دول ما بيجيبوش ثمر واللي بيتزرع في الأرض الكويسة هم اللي بيسمعوا كلمة ربنا ويحفظوها في قلبهم الطاهر دول هم اللي بيجيبو غلة كويسة ما حدش يقول لع لمبة ويغطيها ولا يحطها تحت حاجة لكن لازم يحطها على رف عالي عشان تنور لكل الناس الموجودين كل المستخبي هيبان وكل المكتوم هيتزاع والكل هيبقى في النور خدوا بالكم واسمعوا اللي عنده هياخد بزيادة واللي ما عندوش فالقليل اللي فاكر انه عنده حيتاخد منه يا سي أمك وإخواتك وقفين برا عايزينك عايزين يشوفوك أمي وإخواتي هم اللي بيسمعوا كلام الله وبينفزوه وفي يوم من الأيام دخل هو تلاميذ مركب وقال لهم تعالوا نعد النحية التانية وفي وسط ما هم بيعدوا اثنان اشتركوا في القناة يا سيد يا سيد هنموت غرآني الموت هيغرأنا كلنا امفلسنا يا سيد هنموت غرآني هنموت غرآني هنموت غرآني راح فين إيمانكم ووصلوا المدينة الجدريين على النحية التانية من البحيرة قدامي الجليل يموت غرآني ما عايزي مني أربوك ما تهزيش اسمك إيه؟ ناجئوا هنموت غرآني في الخنزير زيها ايه؟ ارجعوا بس بس وخرجت الشياطين من الراجل رايحين فين؟ ودخلت في الخنزير امشي من هنا انت ساحر سبنا في حالنا امشي من هنا سبنا امشي من هنا انا معاك منين ما تروح عايز افضل معاك ارجع لبيتك واحكي على ما حصل معاك واحكي على ما حصل معاك ورجع يسوع تلميز على بيت صيبة لكن ناس كتير عرفوا مكانه وراح ورا لازم نمشي الناس ونخليهم يروحوا لأي مكان من اللي حوالينا ويجيبوا لنفسهم أكل المكان ده معطوع هاتولهم انتو حاجة يأكلوها احنا كل اللي عندنا خمس ترغيفة وزمكتين يا رب ليك الحمد انت ملك الملوك انت اللي بتطلع العيش من الأرض موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 مسيح الله اشتركوا في القناة موسيقى لك أنا أجيء بدموعي لك كل حني حد فيكم هيمشي معايا؟ أنا معاك يا سيد لكن استأذنك الأول أن يودع عائلتي محدش يحط إيده على المحرات ويبص الورا ينفع لملكوت الله لو كان حد عايز يمشي ورايا لازم ينسى نفسه ويشيل صليبه كل يوم ويمشي ورايا اللي عايز يخلص نفسه يضحي بيها واللي يضحي بنفسه علشاني هو اللي هيكسبها عشان إيه اللي يستفيده الإنسان لو كسب الدنيا وخسر نفسه كل اللي يخجل مني ومن كلامي هيخجل منه ابن الإنسان لما ييجي في مجده مع الله الآب والملايكة أأكد لكم في ناس هنا مش هيشوفوا الموت لحد ما يشوفوا ملكوت الله وخد يسوع يحنى ويعقوب وطرس وطلع عالجبل يصلي وفي وسط مكان بيصلي والشوت غير وهدوم بقت بيضة زي التلج وبتلمع وفجأة جم اتنين وابتدوا يتكلموا معاه الاتنين دول كانوا موسى وإلية اللي ظهروا في مجد سماوي انت اللي هتحقق أصد الله وحتموت في قرشاليم وقبل ما يمشو آل بوترس ليسوع يا سيد احنا مبسوطين اننا هنا عايزين نعمل تلات خيام وحدة ليك وهو بيتكلم جات سحابة وغطت عليهم والتلاميذ خافوا وجه صوت من السحابة بيقول هو ده ابن الحبيب اللي اخترته اسمعوله يا معلم يا معلم ارجوك بص على ابني ارجوك ارجوك ساعدك ده ابني الوحيد وترجل تلاميذك يخرجوه بس لا يدروش انتو جيل مش مؤمن وأعوج بغاية انت هفضل معاكم واستحملكم هات ابنك ارجوك ارجوك اشتركوا في القناة 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 بيكسي الزرع اللي النهاردة موجود وبكرة يتبل ويترمي فكام وكام بالأولى يلبسكم انتم خلوا عندكم ايمان ياريت تزود ايماننا لو عندكم ايمان قد حبت الخردل وتقولوا للجميزة دي اتقلعي وانغرس في البحر دلوقتي حتسمع كلامكم اشتركوا في القناة التجارب ضروري حتقبلكم لكن يا ويل اللي هيكون السبب احسن لو يربط حجر في رقابته ويترمي في البحر بدل ما يخلي واحد صغير يقع في الغلط ايه شكل ملكوت الله اقولكم هو زي حبة خردل خدها واحد وزرعها فكبرت وبقت شجرة كبيرة وعششت فيها الطيور انا مش فهم هو بيتكلم على ايه ازاي تاكل وتشرب مع العشرين والخطى دول مش السلام هم اللي عايزين دكتور لكن العيانين وانا مجيتش عشان الكويسين بالعكس عشان الخطى كلمنا تاني عن ملكوت الله كلمنا كمان وانتو متخفوش ابوكم حيدلكم الملكوت بيعوا اللي عندكم وحسنوا بيع الفؤرة اعملوا لنفسوكم اكياس ما تدوبش وخلو كنوسكم في السماء وعمراها ما هتنقص هناك مفيش حد يسرق ولا حاجة ممكن تفسد المكان اللي فيه كنزك فيه قلبك روحي انت حرة من مرضك بصو بصو كافل محكدا كافل تعالوا بصو الحمد 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 ليك الحمد ليك يا را طمان تقشر سنة الحمد لله دي ست أيام للشغل تعالوا في أي يوم منها عشان تخفوا مش لازم يوم السبت يا منافقين محدش منكم بيحل طوره ولا حماره ويروح يسقيه يوم السبت دي واحدة من ناس لإبراهيم والشيطان ربطها 18 سنة مكانش لازم نحلها يوم السبت وعلمنا الصالح إيه اللي أعمله وورش الحياة الأبدية إنت ليه بتقول لي صالح؟ محدش صالح غير الله إنت عارف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تشهد بالزور أكرم أباك وأمك الحاجة دي كلها عرفتها من صغري يبقى نقصك حاجة واحدة تعملها بيع اللي عندك وحسن للفقرة ويبقى لك كنز في السماء وتعالى ورايا بس إحنا تجار وأغنية صعب إن جاني يدخل ملكوت الله ده دخول جمل بحاله من خرم إبرة أسهل من دخول غاني للملكوت يبقى مين اللي هينجى؟ اللي ما يقدرش عليه الناس الله يقدر عليه قل لنا إمتى هيجي ملكوت الله ملكوت الله ما يجيش أبداً بالصورة دي وما ينفعش حد يقول بصوا أهو هنا ولا هناك لأن ملكوت الله جواكم حييجي وقت تشتهوا تشوفوا فيه يوم من أيام ابن الإنسان ومش حتشوفوه زي ما البرق بيظهر في السماء وينور الدنيا كلها حييجي ابن الإنسان في يومه لكن لازم الأول يتعذب ويترفض من كل الناس زوال السماء والأرض أسهل من زوال نقطة من شريعة الله أنبياء وملوك كتير اتمنوا يشوفوا اللي انتوا شايفين ولا شافوهوش ويسمعوا اللي بتسمعوه ولا سمعوهوش طب نعمل إيه؟ بيقول إيه كلام الله؟ فهموا كويس؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وبكل قدرتك وبكل أفكارك وتحب قريبك زي نفسك مظبوط نفذ الكلام ده تحيا ويمين هو قريبي؟ مش العساكر دول وإيه رأيك في قيصر؟ كان في واحد مسافر من قرشليم لأريحة طلعوا عليه نصوص عروه وجرحوه سبوه بن حي وميت بعدين كاهل جيه ماشي في السكة لكنه شافه ومشي وبعدين لا ويجيه بص عليه ومشي برضو لكن واحد سامري كان معدي لما شافه صعب عليه ربطلوا جروحه وحطلوا عليها دواء وركبوا على حمرته وطلع بيه على مكان يبيت فيه تاني يوم رح دفع فلوس لصاحب المكان وقال له خد بالك منه أي حاجة تصرفها حتفحالك لما رجع تفتكروا مين من التلاتة بقى قريب الرجل اللي طلعوا عليه اللصوص العمل معه معروف روحوا وعملوا زيه سيبوا الولاد ييجوا هنا وما تمنعهمش ملكوت الله للي زيهم الحقيقة المهمة اللي ما يقبلش ملكوت الله زي ولد من دول مش ممكن يدخلوا لأن اللي يقبل الولاد دول علشاني بيقبلني واللي يقبلني يقبل اللي بعيتني الأصغر فيكم هو أعظمكم موسيقى 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 ايه ايه اللي بيحصل فيه ايه؟ يسوع الناصري ما عدي يا يسوع يا يسوع يا ابن داود ارحمني ارحمني عايزني عملي عشانك عايزني اتفتح فتح امينك شفك انا شايف شايف انا شايف وهو رايح ارشالين ناس كتير قبلوه في كل مكان وكانوا بيسألوه عن طريق الخلاص وعايزين يعلمهم اكتر عن ملكوت الله الراجل دا اكيد نبي يا ربي خلصني يا رب خلصنا خلصنا الحمد لله دلنا عطري يا رب ويسوع بقى معروف عند الناس وكتير بيحبوا يقابلوه وفي اريحة كان في عشار اسمه زكا كان عايز يشوف يسوع دا عشار وكان قصير فطلع على شجر عشان يشوفه انزل بسرعة يا زكا النهاردة حزورك في بيتك بتقول بيتي دا مين دا اللي هيزوره في بيته ازاي زكا يعرف يسوع يا رب انا حدي مصة املاكي للمساكين وليه غشتهم هرجع لهم قد اللي خدتوا اربع مرات انا مش مسدق عشار يدفع فلوس مش ممكن البيت دا نال النجاة والخلاص عشان الراجل دا برضو من ناس لابراهيم لان يسوع جاء عشان يخلص الخطاة اسمعوا احنا رايحين قرشالين وكل المكتوب عن ابن الانسان حيتم هناك حيتسلم لأعداءه هناك حيتسلم لأعداءه وحيستهزقوا بيه وحيشتموه وحيجلدوه وفي النهاية حيقتلوه وفي ثالث يوم حيقوم ومع ان يسوع كان عارف انه هيموت للتكفير عن خطية الناس راح قرشالين وناس كثير فرحوا لما شفوه وفضلوا يهتفوا انه هو دا ملكهم اشتركوا في القناة يا معلم خلي تلاميذك يسكتوا عايز اقولك لو دول سكتوا الحجارة من نفسها حتهتف السلام والبركة والمكدليك وقرب يسوع على قرشالين ولما شفها بكى عليها لو بس في يومك دا تعرف الطريق اللي ممكن يوصلك للسلام لكن دلوقتي خلاص هتيجي ايام واعدائك هيحوطوك من كل ناحية ويهدوا اسوارك عليك وولادك فيك مش هيسيبوا فيك حجر على حجر عشان مقدرتيش تعرفي امتى وقت الرحمة وتحول الهيكل اللي في قرشالين من مكان عبادة لمكان تجارة 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 22 23 25 26 27 29 29 30 30 30 30 34 31 32 33 34 35 35 36 36 وزاد اعتراض القادة الدينيين والسياسيين لأن الناس كانوا بيهتفوا بأن يسوع هو الملك ألا فاهم أن الناس كتار بيقولوا أنه ملك ملك؟ ملك لصوص وشحتين احنا شفنا من الأشكال دي كتير قبلك كده بيجوا ويمشوا ويتنسوا ما تبقاش أعمى أتباعوا بيزيدوا كل يوم الناس متعلقة بيه وفاكرينه ملك أديني بحذاركم أهو لو الراجل دا عمل مشاكل تاني حتبو أنتو المسؤولين هي ممكنها نضحق خلينا نشوف الجليل دا ولما هاجم يسوع المنافئين من الكتبة والفرسيين مرة بعد مرة زاد عدد أتباعه من اليهود وزاد عدد المعارضين اللي هاجمهم وكشفهم ولما كان يسوع في الهيكل شاسك فقيرة جاية تحط فلوس في صندوق العطى ما تقدريش يدفعي أكتر؟ عارفين؟ الست الفقيرة دي دفعت أكتر من الكل عشان دول دفعوا أعطاهم من اللي فاضل عندهم لكن هي مع أنها فقيرة دفعت كل اللي عندها قل لنا مين إداك الحق تقول كده؟ مين إداك الحق ده؟ أنا كمان حسألكم سؤال قلولي معمودية يوحنة كانت من السماء ولا من الناس؟ هنقول له إيه؟ لو قلنا من السماء حيقول لنا ليه ما أمنتوش بيه؟ ولو قلنا من الناس الناس دي حتركبنا أصلهم كلهم بيقولوا إنه يوحنة نبي إحنا مش عارفين جات منين وأنا كمان مش هقول لكم مين إداني الحق أعمل الحاجات دي في مرة واحد زرع غيط عنب والدال فلاحيني رعوه وسافر مدة طويلة ولما جيه وقت حصاد العنب بعت عبد من عنده يستلم نصيبه من الفلاحين لكن جلدوه ورجع زي ما راح فبعت عبد تاني فجلدوه هو كمان وهنوه ورجعوه زي ما راح رح بعت واحد تالت برضو عزبوه وطردوه بعد كده قال لنفسه أعمل إيه؟ أحسن حاجة أبعت ابني يمكن لما يشوفوه يختشوا لكن أول ما شفوه اتفق إنهم يقتلوه عشان هو اللي هيورس وبكده ياخدوا الورس بقى هو حجر الزاوية أي واحد يقع على الحجر ده يتقطع حتت واللي الحجر يقع عليه يتحانه طح يا معلم إحنا عارفين إن تعليمك كله مصبوط وعارفين كمان إنك مش بتحابل أي حد وبتعلم عن الله بالحق قلنا يا ترى ندفع الضريبة لقيصر ولا لا خد بالك دول عايزين يجربوك وروني دينار الصورة والكتابة دول بتوع مين؟ قيصر يبقى حاجة قيصر تروح لقيصر وحاجة ربنا يدوها لربنا حترططوا إيه بقى وجه عيد الفطير اللي كانوا بيدحوا فيه ضحية فرعت يسوع بطرس ويحنى يجهزوا العشان كنت مشتائن يأكل معاكم أكلة العيد قبل ما تقلم لأني مش حكلها تاني إلا بمعناها الحقيقي في ملكوت الله الحمد والشكر لك يا رب يا ملك الكون يا اللي بتديني أكلنا من الأرض خدوا وقسموها مع بعض أنا مش هشرب من عصير العينة ببال غاية ما يتحقق في ملكوت الله الحمد والشكر لك يا رب يا ملك الكون يا اللي بتديني العيش من الأرض ده جسمي اللي هضحي بيه اعملوا كده وتذكروني الكاس ده هو العهد الجديد بدمي اللي هضحي بيه عشانكم بس اللي هيخوني قاعد يأكل معايا صحيح ابن الإنسان هينفز خطته المرسومة بس يا ويل الشخص اللي هيخونه لا يمكن لا يمكن مستحيل قل لنا مين الخيل أعظمكم لازم يكون زي أصغركم والكبير فيكم هو اللي يخدم مين الكبير اللي قاعد بياكل ولا اللي بيخدم أكيد هو الشخص اللي قاعد لكن أنا هو في وسطكم بخدمكم انتوا قفتوا معايا في الوقت الصعب وأنا حدلكم نصيب كبير زي ما لقى بداني نصيب هتاكلوا وتشربوا معايا في ملكوتي وهتعودوا على كراسي وهتحكموا على بني إسرائيل يبقى ما فيش خاين هنا سمعان على مهلك يا سمعان الشيطان عايز يجربكم ويغربلكم زي ما الفلاح بيقعد يغرب للغلة لكن أنا صلتلك عشان إيمانك ما يضاعش وإنت لما ترجع لازم تشدد إخواتك يا رب أنا مستعد أروح السجن معاك وأموت كمان اسمع يا بوترس قبل ما ديك يدن النهاردة ستنكر تلت مرات إنك تعرفني لما بعضتكم من غير كيس ولا أكل احتاجتوا حاجة؟ لا ما حصلش دلوقتي اللي عنده كيس ياخدوا معاه واللي ما عندوش سيف يبيع هدوم ويشتري واحد خدوا بالكم مكتوب عني حيتعد وسط المجرمين واللي تكتب ده هيتحقق بالصبت أهو عندنا سيفين يا رب كفاية كده رؤساء الكهنة والكتبة كانوا بيفكروا إزاي يقتلوه أم الشيطان وزيهوزا لسخريوتي وده واحد من الاثناشر تلميذ فدبر المؤامرة مع الشيوخ عشان يؤبضوا على يسوع يسوع كان ساب أرشالين وراح على جبل الزيتون يصلي صلوا عشان ما تقعوش في تجربة رؤساء الكهنة دفعوا اليهوزا تلاتين حتة فضة تمن تسلمهم يسوع ويسوع كان عارف أنه وقته قرب فراح يصلي يا أبي إن كان يرضيك نجيني من الساعة دي لكن إرادتك مش إرادتي هي اللي هتتحقق وظهر له ملاك من السماء قويه وعرأ بقى زي نؤات الدم نازل على الأرض ترجمة نانسي قنقر انتو نايمين ليه؟ قوموا وصلوا عشان ما تقعوش في تجربة يهوزا بقبلة تسلم ابن الإنسان يا رب يضربهم بالسيف يلا أبوضوا عليه كفاية كده معجزة زي ما تكونوا طالعين على لص بالسيوف أنا كنت قدامكم كل يوم في الهيكل ومقربتوا ليش لكن هي دي ساعتكم ساعة ميسود الشر أبوضوا عليه أبوضوا عليه خدوا بالكم والعساكر خدوه يتحاكم وكانوا بيبترياؤوا على إنه ملك يهوز وهدي لبس الملوك ها إيه ما حصل؟ ويا ترى جلالتك هتخلصنا ولا هتنتزنا؟ وده كمان كان مع يسوع يا ستي ده أنا حتى معرفوش أنا شفتهم مع بعض خدمة جلالتك يا ترى حسف بيو وده كده وانت كمان منهم أنا مش منهم أنا متأكد أن الرجل ده كان مع يسوع ده حتى من الجليل يا عم روح أنا مش فهم أنت تتكلم عن إيه وبص يسوع لبوترس وافتكر بوترس كلامه لما قال له قبل اديك مية الدن هتنكر ثلاث مرات إنك تعرفنا يا رب أرجوك سمحني أنت الرب العظيم القوي أنت اللي غفرت الأجداد لما عصوا كلامك ومع إنك غضبت عليهم مرمتهمش في الهلاك حفظت عليهم وعلى عهدك معهم أهام بانك عظيم ورحيم مين اللي ضرب عقكم؟ تنبأ مين اللي حيدرب عقكم؟ كفاية قلت كفاية هتولي المجلس يلا وشيوخ الشعب اجتمعوا عشان يحققوا مع يسوع قل لنا هو انت المسيح انقلتلكم مش هتصدقوني وانسألتكم سؤال مش هترد علي لكن من هنا ورايح ابن الانسان هيكون علي مين الله القوي على كده انت ابن الله تمام زي ما بتقول مين ادانه الحقي يقول الكلام ده مزنبه قدينا سمعين بقودنا اللي بيقوله ناخده لبلاطوس قيد 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 ترجمة نانسي قنقر وخدوها على بيلاتوس الحاكم الروماني الفاسد اللي صلب ألاف الناس جايين بدري كده ليه وعايزين مني الراجل ده بيهيج الناس في البلد وعمل مشاكل بيسوي الهيكل يبقى يستحق إيه بقى أحكم عليه أنا مش لاقي فيه أي حاجة تستحق الحب إحنا شايفينه إنه مزنب وبيقول الناس ما يدفعوش الضرائب وبيقول إنه هو الماسية الملك ملك أنت ملك اليهود زي ما بتقول ابتدى في الجليل وهجلنا هنا الجليل الراجل ده الجليلي يبقى لازم هيرودس هو اللي يحكمه مش هو لسه في أرشاليم خدول هيرودس بتقول إيه على نفسك؟ ومن هم تلاميذك؟ ناس كتير بتقول إنك بتعمل معجزات وريني حاجة كده مولانا ده حيفسد لنا البلد كلها وبيقول إنه الملك الملك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افرج لنا عن حد من المساجين في العيد اللي جاي افرج عن براباس ايوه براباس واخد أبداله اصلابه ايوه اصلابه انتا وانتا اجلدوه اصلابه اصلابه انتاهم فيما اصلابه ده المسيح ده أعمل سفاق ارفعوا الناس كانوا بيزعقوا ويقولوا ينصلب ينصلب أمبيلاتوس نفزدهم رغبتهم وأفرج عن برباص المجرم القاتم وقتل اللي طلب الناس الميت قتل سلمهم يسوع يسلقوه ارجعوا 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 ارجع احنا بنبكى عليك يا سي اشرب 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 يا سيد ابنات قوشلين ما تبكوش علي ابكوا على نفسك وعلى أولادك لما بيعملوا كل ده بالفرع الحي الأخضر هيعملوا ايه بالدبلان رغمنا يعينك حنصلي ومدينك اتحرك اتحرك بسرعة اسرع ماشي كمي ماشي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارفع ارفع اشتركوا في القناة 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 خلص نفسك لو كنت صحيح ملك اليهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة انت المسيح خلص نفسك وخلصنا انت مش خايف ربنا اه اتحكم عليه زيك مع انه ما عملش حاجة غلط افتكرني يا يسوح لما تيجي وانت ملك اوعدك النهاردة حتكون معايا في الفردوس ومع ان الدنيا كانت ظهر ظلمت في كل مكان لمدة ثلاث ساعات لغاية الساعة ثلاثة واستارت الهيكة لتشاعد بالنص من فوق لتحت في ايدك رئيس الحرس شاف اللي حصل وحمد ربنا وقال المجد لله الحقيقة الراجل ده كان صالح ويوسف الرامي الراجل الصالح المعروف اللي ما كانش موافق على موت يسوع مع انه كان في المجلس اليهودي استأذن انه ياخد جسة يسوع ويدفنها قبل المغيب بيديك اشتركوا في القناة من فضلك عايزين نمشي وراه مفيش مشكلة تعالوا لحسن يوم السبت بيقرب ويوم الحد الصبح بدري قوي جمع القبر ومعاهم حنوط يحطوه على الجسد فملقيوش الحجر على القبر ودخلوا ملقيوش جسد يسوع موجود ازاي تدوروا على الحي؟ ايو وسط الميتين هو مش هيا قام فاكرين قالوكم ايه وهو في الجليل ابن الانسان هيتقبض عليه ويتصلب وهيموت ويقوم في اليوم التالت اسماو ملقناش الحجر على القبر ودخلنا جوه ملقناش الجسد يسوع ايه جسد يسوع مش موجودة؟ وفجأة ظهر لنا ملكين بيلمعوا زي الشمس هو قالولنا ازاي بتدوروا على الحي وسط الميتين صدقوني 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 طالب نفسكم بصوا القبر فاضي وهو مش هناك صدقنا يا بطرس وظهر يسوع لتنين من التلاميذ ورجعوا يقولوا للبقية الرب قام فعلا وظهر لسامعان ومعرفناهش في الاول واحنا في السكة لكن لما كسر العيش عرفناه عمواس غريبة انه راح هناك السلام لكم ايه اللي مناخبتكم كده؟ ايه اللي بيخليكم تشكوا في قلوبكم؟ بصوا اهي قدية ورجلية اتأكدوا ان انا قدامكم المسوني وحتتأكدوا المسوني وحتتأكدوا واشر برسالة برسالة التوبة ومغفرة الخطيئة في كل مكان في العالم من اول ارشالين وانتو شهودة على كده وانا بنفسي بأكد لكم وعد القاب لكن افضلوا في ارشالين لغاية ما تحل عليكم قوة من السماء اشتركوا في القناة اتبارككم ويحفظكم الله اداني كل سلطان في السماء وعلى الارض روحوا كل مكان في العالم عمدوا الناس باسم القاب والابن والروح القدس واعلموهم كل الحاجات اللي علمته لكم وانا هفضل معاكم لنهاية الايام آمين ربنا قال في الكتاب المقدس ان المسيح هيجي ويخلص العالم من الخطيئة وحياة يسوع بتقدم لنا الدليل على انه هو نفسه الشخص اللي تكلم عنه الانبية والنبي اشعي قال العدرها تحبل وتولد ابنه وبعد كده بمئات سنين اتولد يسوع وتحققت النبوة والكتاب المقدس بيقول ان القدوس اللي هيتولد هيبقى هو ابن الله وده معناه ان يسوع هيقول عليه ابن الله طبعا بالمعنى الروحي مش الحرف للكلمة وده بنشوفه واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع لانه شف العينين وغفر خطايا الخطاة ورجع لهم علاقتهم بالله ووعدهم بمكان مع ربنا في ملكوته وبعدين قدم نفسه زبيحة بذل الناس عن خطيتهم وقام من الموت وانتصر عليه يسوع قال ما حدش يقدر ياخد حياتي مني انا اللي اقدمها بنفسي وحياة يسوع مش بس تحقق فيها كلام الانبياء لكن اكدت كلام الله نفسه الانبياء قالوا كلمة الله كاملة وكلمتك رب تعيش للأبد ويسوع نفسه قال حتى لو السماء والأرض زالت فكلامي مش ممكن يزولي وجه يسوع عشان يدينا حياة سعيدة غنية بس لما الناس عسوا الله اختاروا انهم يمشوا في طرقهم واعمالهم دي فصلتهم وبعدتهم عن الله اللي خلقهم والكتاب المقدس بيقول الناس كلهم عملوا الخطية ويقول كمان اجرة الخطية موت وده معناه موت روحي يعني انفصار عن الله للأبد وزي ما ربنا بعت خروف ياخد مكان ابن ابونا ابراهيم ويموت بداله بعت يسوع المسيح يموت بدلنا وحياة المسيح وموته وقيامته رجعوا العلاقة بين الله والناس اللي امنوا به واتكلوا عليه والحد دلوقتي اللي بيتبعوا يسوع مش بس بتتغفر خطيتهم لكن كمان بيتخلصوا من عقاب الخطية وربنا بيدنلهم السماء والحياة معه للأبد والنهار دا يسوع بيقدم لكل واحد الحياة الجديدة والتحرر من الخطية وقوتها دا مش معناه انك تتبع دينه بس لكن انك تختار تقامن بالمسيح اللي قال انا واقف على الباب اخبط انحدس معصوتي وفتح الباب هدخل بيته وده معناه اننا نرجع لله ونقامن ان يسوع هيدخل حياتنا ويغفر خطيتنا ويخلينا نعيش زي ما هو عايز مش كفاية انك تصدق الكلام دا بعقلك ولا حتى تنفعل بيه بإحساسك احنا بنقبله بالنعمة وبالإيمان وده عمل من أعمال الإرادة ولما يكون الناس مستعدين يتبعوا يسوع المسيح ممكن يكلموه ويعترفوله إذا كنت مستعد لكده تعالاله قرب منه واعترف بخطاياك وتعهد بإنك تتبعه يا رب يسوع أنا محتج لك أشكرك لأنك موتت على الصريب علشان خطيتي أنا بعترف وتوب يا رب عن خطيتي وبفتح باب قلبي وحياتي وأبلك مخلص ورب وسيد أشكرك لأنك غفرت خطيتي ودتني حياة أبديا خليني أعيش زي من تعايز يا رب لأني هتبعك وامش معاك أمين يسوع قال عن المؤمنين بيه خرافة عرف صوتي وأنا أعرفها وهم بيمشوا وراي ويدبعوني وعشان تعيش الحياة السعيدة الغنية اللي بيوعدنا بيها الرب يسوع لازم تكلم ربنا كل يوم بالصلاة وتقرأ أو تسمع كلمة ربنا وكمان تكلم غيرك عنه وتتقابل دايما في اجتماعات مع الناس اللي بيحبوا يسوع وبيمشوا وراه ويعيشوا معاه وما تنساش أبدا وعد يسوع العظيم كل السلطان اللي في السماء وعلى الأرض عندي وأنا هكون دايما معاكم لغاية نهاية الزمن اشتركوا في القناة